وللمزيد معنا من مقرر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر مراسل التلفزيون المصري إلى هناك باسم أبو العنين باسم أطلعنا على أحدث ما لديك بشأن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مساء الخير على حضرتك بالفعل المرضى في الجلسات المنعقدة اليوم كان على مدار الساعات استمرت الجلسات التنسيقية المستمرة على قدم وساق وبشبه لا توقف تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني إن شاء الله يوم الثالث من شهر مايو المقبل بدعوة ورعاية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة القوى السياسية الوطنية المختلفة أجندة نقدر نقول إنها عامرة بملفات إقليمية وملفات دولية لها صلة مباشرة بالشأن المحلي فضلا عن تناول المحاور الأساسية لضروريات العمل الوطني نقدر نقول إن أبرز المحاور التي سيناقشها المحور هي ثلاثة محاور المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ويأتي في المقدمة المحور السياسي وهذه المحاور الثلاثة الكبرى ينبرج تحتها مائة وخمسة عشر موضوعا ستتم مناقشتها خلال فترة الإنعقاد أيضا هناك أكثر من مائتين ألف مقترحة تم دراستها بشفافية شديدة على مدار عام كامل من مجلس الأمناء وعدم إخفال أي مقترح منها مائتين ألف مقترح تم دراستها بعناية شديدة من جميع القوى السياسية التي طرحت أفكارها بمنتهى الشفافية وقبلت بترحاب واهتمام بالغ من مجلس الأمناء برضو هنقدر نتكلم على زي ما ذكرنا في مدخلة سابقا النهاردة من أهم القضايا التي ألقت بظلالها على اجتماعات المرحلة قضية النزاع المسلح في السودان الشقيقة وإصرار الدولة المصرية على ضرورة إنهاء هذا الصراع المسلح بشكل سلمي بين الأشقاء في السودان وأيضا ضلوع الدولة المصرية بدورها فيما ترتب عليه هذا النزاع في السودان من إجلاء المصريين العليقين من أبناء الجالية المصرية في السودان وأيضا توفير ملاذ آمن للعابرين من جنسيات أخرى التي اضطرتهم ظروف النزاع المسلح في السودان إلى النزوح إلى أرض مصر الآمنة لتكون معبر لهم إلى بلدانهم سالمين بإذن الله مرسل التلفزيون المصرية باسم أبو العنين كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية لتدريب مدينة السادس من أكتوبر شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر